موسيقى السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عملين ايه 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 رأيكم ونعمل نهاردة وكبه حلوة كده زي ما انتم شايفين تعالوا ملا عنار بتاعاتنا كده وانا اقولوكم ايه الاول هنحط معلقتين من الزيت زادون زي ما انتم شايفين كده هسيبها على النور انا معي هنا نصف اللحمة اه هي بوفتيك بس انا مقطعها كده بالحجم ده كده زي ما انتم شايفين اهو بس البوفتيك بتاعها انا مقطعها السمك بتاعه عالي شوية مش لهور بوفتيك رفيع دوت عشان انا عايزها كده شايفين انا مقطعها ازاي واخدها ومقطعها في البيت تاني يعني هو بتدانيح في التكبير كده انا بقطعها بالشكل ده كده انا عزها تبقى كده وعندي بصل وعندي جزر وعندي فلفل الوان وعندي طماطم مقعبة صغلونة ايه تعالوا بقولوكم هنعملي انا نسيب بتاعي هو عمور تاخد اللحمة بتاعتي كده هنزل ديها هاسبها بقى تتشوح في الجز كده الاكلات العية ده من الاكلات العائدة جماعة واا من الاكلات اللي ولا يستخد معك الوقت وفي سرعة مستخدمة جدان 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 مش هتعمل معنا اغلبة بقى بقى حاجة عشان انتوا عارفين بقى بتاعي الزل مش عاديين ايه انا لسه هبخ بقى وليسه هون فاضل الكلام فوضي ده بس لا انا خلقت بطرعة حول هو اهو يتمكن من كده عالما بيعا الزيت معلقتين زيت زتون على نصف رحمة بستيت سيما أنت شاكتنا كده عيزة تقطعيها ببتاعة كمان عن كده قطعيها مش عايزة براحتوك خالص بس هي كده السمكة بتاحها حلوة قوي وجميل جدا ويخذ معاك وقت في الطياب كمان البفتيكة جماعة من الاكلات اللي ما بتاخدش معي وقت اصن في السوى. شايفين التقطيع من القطاع ازاي. شايفين. انا هيساها كده. وده كمان ينشكل متغير عن البفتيكة اللي احنا متعاودين عليه. ان انا هعمل فصنية وهعمل معه خضار وحاجات. اه ليها طرق كثير جدا واشكال كثير جدا. واطعامه مختلفة جدا. وده صعمة برضو مختلف خالص. هيعجبكو قوي. بس تجربوه. انا مهدية النار في الاول كده. زي ما انتم شايفين. وبقلبها على الوشين. بس بقى كده وهي على النار. هنزل بارقتين لورة كده. ما عنديش مش مشكلة. زي ما انتم شايفين. انا عندي هنا بصلية متقطعة جوانح بالشكل دورت كده زي ما انتم شايفين. اهو. ضرب بصلتين متوسطين. دي جزرية. دفل في الالوان. احمر واخدر واصفل. ومعايا تماطموية كبيرة مقطعها مكعبة صغيورة كده زي ما انتم شايفين. ومعانا كسبرة هحطها كسبرة خضرة. هحطها عليها بس في الاخر خلص. كده بهم هبدأ معلقة صغيورة كده. هنزل معلقة صغيورة كده. هندينا ريحة قضيعة جدا. بس جماعة اللحمة بتاعتي. بعد نستوي شوية. ما تشيتش. شايفين? الحتة بحتياتها زي ما نقطعوها اهي. ومحتفظت سمكيتها كمان. عاودي لفسك لما تبقي جايبة اللحمة من عند الجزهات. اه خليق طالب حتة نجيفة. وبعد كده حتيها في التلاجة شوية. لازم بحتيها في التلاجة شوية بعد ما تجليها. ده بيحافز عليها كمان. بيحافز على اللحمة والتتنجي. احنا وصلنا بس فيها. انا عندي هنا سياسوس. حك معلقة بس كده. اه السياسوس ده جماعة حلو قوي على الأكل. لو ما عنديش سياسوس. هحك معلقة تكفر. و معلقة خليج. بس بيغير اللون زي. وبعدين بيساعدين هو يطيب الأكل الثاني بسرعة. سياسوس ده جميلة. سياسوس ده جميلة. انا لو ما عنديش سياسوس ده بحط معلقة سكر ده ما قلت. وحط معلقة خليج. هنزب البصل سياسوس ده جميلة. انا بحب منه الخفيف على الأكلات معينة وبحب منه ده جميلة. بس بفضله على الفنون يعني بيبقى حلو قوي وعلى الفراغ كمان. بس و هنزل برضو بالجزرى بتاعتي كده. شايتوني كده. قليبع كده. شايتم شايتم شواية. سمعت ماء نضع ماء أبدأ ماء كده. هنزل بقى. شوية جنزليل كده. بسوا. شوية من القلقة. و هقلبها. كده. هسيبها بردو شوية. كده. انا ممكن احط لها سنة مية. صوية خالص عندي. بس كده. و هسيبها في المية دي شوية قبل محط اي حاجة تاني. كده بقى. هنزل بقى بتغفل بتاعي. ابدلها تقليبة كده. نفس الطريقة كده. و هسيبها شوية في الخضار بتاعها ده. و هغطس عليه. بعد ما يفتل بتاعي التابل شوية كده. هنزل بالبصل بتاعتي. آآ اسفر. بالطماطم بتاعتي. كده. هسيبها نزلها شوية كده. و هغطيها. هنزل لها بقى تقليبة كده. مس الخضار بتاعي اصلا. والطماطم كله نزل المية زي. فانا مش محتاج انا احط مية غير الحبة اللي انا احطتهم صغيرين دول. و هسيبها كده. مع ميتها و حلويتها و كده. هنزل بالكسبار الخضر بتاعتي شوية كده. و هسيبهم على وشها. و مش هحط الملح خالص دلوقتي شوية كده. هرجع هحط الملح بتاعي. شو بقى كده. شايفن شكل الخضر بتاعي. اهو. ريحة فضيعة جدا. لحطة حلو قوي. هاخد بقى. معنى ات منحة صغيرة كده. معنى ات منحة صغيرة كده. معنى ات منحة صغيرة كده. معنى ات منحة صغيرة. ههقلبهم مع بعض. وهوت عليها خالص. عشان دخلت في المرحلة بتاعت السوا بتاعتها. بعد كده هرجع هقدمها معيكم. انا هسيبها دست عشر داية قنور. و هقدمها لكم. و واريكم تتقدم لي. رأيكم بقى كده. شايفين اللحمة بعد ما استرد بتعمل ازاي. شايفين الخضر. رأيكم بقى في الجمال. ريحة وطعم ونظافة ما فيش بعد كده. هي بتتقدم بالطريقة دي كده جمعة. بتتكل بالعيش. انا عاملة هنا في البيت برضو. مقطع خيار وده كاتشوب معيها. كاتشوب برضو نعملها في البيت. اي رأيكم بقى كده. شايفين الطبق. طحفة. طحفة. هيعجبكوا اوي كربو. وقالوا رأيكم في كومنت. مستنية رأيكم. يا رب تكون اكلتها عجبتكم نهاردة. وطريقتها سهلة وبسيطة خالص. حتى ما بقفش عملها. هيعملها. ما فيهاش مشكلة. ما فيهاش اي تعقيدات. بقى الفان واشفة. لو عجبكم الفيديو النهاردة فتنسوش سبسكرايب للقناة. وتفعلوا الجرس. وشل الفيديو. ولايك كتير. وتعليق. ودعوة حلوة منكم. ما تنسوش اي ليرن كمان. القناة الرأسية بتاعتنا والأساسية. وكل يوم مجبب جديدة ان شاء الله. وتعجبكوا بازن الله. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة okay we